داعش يتاجر بالنساء والأطفال البريطانيين والحكومة لتحرك ساكلا هذا ما كشفه تقرير برلماني بريطاني بعد تحقيق استمر ستة أشهر التقرير أشار إلى إغفاق الأجهزة البريطانية في منع تهريب النساء والأطفال قصرا من المملكة المتحدة بشيرا أيضا إلى وجود عشرين عائلة بريطانية محتجزة في مخيمات في شمال شرق سوريا من خلال تجربة في قضية هروب ثلاث فتيات إلى سوريا عام 2015 أستطيع القول إن ما يفعله داعش هو الاستغلال الجنسي للنساء في بريطانيا فهو يستخدم مهاراته من أجل استغلالهن ومن ثم العمل على تحويلهن إلى متطرفات منظمة ربريف غير الحكومية التي أجرت التحقيقات أشارت إلى أن معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للإتجار بالبشر بناء على أدلة تثبت تعرضهن للاستغلال الجنسي وإما تم نقلهن إلى سوريا كأطفال أو إكرهوهن على السفر إلى هناك أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن أعتقد أن سياسة الحكومة خاطئة في عدم إعادة هؤلاء العائلات من سوريا ومحاكمتهم في بريطانيا وعلى الحكومة أن تجيب عن تساؤلات بشأن الإسلاموفوبيا وحول ماذا كانت ستفعل لندن لو ذهبت فتيات من أصحاب البشارة البيضاء إلى دول أخرى للقتال كيف ستتصرف وما الإجراءات التي قد تعتمدها بحقهن استمالة النساء والأطفال من قبل داعش للإتجار بهم تغافلت عنه الأجهزة الأمنية البريطانية فهي تعتمد سياسة نزع الجنسية مستندة إلى فرضية أن النساء سافرن بمحض إراداتهن الحكومة البريطانية اعتبرت في بيان لها أن أولوياتها هي في توفير الأمن والأمان للبلاد مشيرة إلى أن الموجودين في شمال شرق سوريا هم إما من أجل القتال أو لتقديم الدعم لداعش رفض استقبال الحكومة البريطانية مواطنيها الموجودين في سوريا كانت محل غضب وسياء أمريكي سياسة تتسم أيضا بحسب المراقبين بالعنصرية والتمييزية لأنها تستهدف المسلمين في بريطانيا ما يوحي بأنهم يعاملون معاملة دراجة ثانية في المواطنة موسى صرور لندن الميادين الميادين